وكيف تكفرون ليه قال وجه الانكار الانكار هنا موجه الى الكفر لا ده موجه الى حال الكفر كيف تكفرون اصل اي فعل يا سادة اما بيوجد بيوجد على احوال معينة يبقى يعني الفعل لما بيوجد بيوجد على حال معين لما ينفي لما يستبعد لما ينكر حال وقوع الكفر يبقى انكر الكفر لا محالة على اي حال تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله ليس هناك حال يسوغ لكم الكفر وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله يبقى هو نفى الكفر من خلال نفي اي حال يكون عليه الكفر فده نفي للكفر بطريق البرهان كيف تكفرون ده استفهام استفهام عميق في الانكار والاستبعاد عميق ده لو قال يستحيل ان تكفروا وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله مئة مرة ميجوش في اعجاز وبلاغة وجمال واناقة وجاذبية كيف تكفرون يا سلام التعبير القرآني ده تعبير خلاب تعبير آسر تعبير 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 جذاب تعبير يستولي على اعجاب السامع يعني هو معنى الآية لا يمكن ان تكفروا وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله لو قال الكلام ده لو البيان القرآني قال لا يمكن ان تكفروا وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله مئة مرة الميت مرة ما يؤدوش معنا لاستفهام ده مرة واحدة يا سلام كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ايه الرصف الجميل ده ايه الاعجاز ده اشهد ان هذا الكتاب كلام الله يا سلام شو بقى اما جيه يقول طب محط محط الاستبعاد هنا فيه يعني المرتكز بتاعه هو الاستفهام غرضه البلاغي الانكار ومعناه الاستبعاد الشديد المرتكز بتاع الاستبعاد فيه بيسموه محط الاستبعاد المكان اللي هو بسببه الاستبعاد يتحقق اللي الاستبعاد منبعث منه حال الكفر او الكفر نفسه لا الاستبعاد وانكار كفرهم اساسه انهم يتلى عليهم ايات الله وان فيهم رسول الله الحاجة اللي تخلي الكفر مستبعا انكم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله ده الاساس اللي اترتب عليه الاستبعاد طيب اسمع كده وانتم تتلى عليكم ايات الله طيب ليه ما قالش وكيف تكفرون وآيات الله تتلى عليكم وآيات الله تتلى عليكم هنا وانتم تتلى عليكم ايات الله كلام اكتر ليه ليه ما قالش وكيف تكفرون وآيات الله تتلى عليكم اه ده هو مش عاوز يقول لهم ازاي تكفروا ازاي تكفروا والقرآن بيتلى عليكم لا مش بس كده اصلوا وانتم تتلى عليكم ايات الله لا تساوي وآيات الله تتلى عليكم يا ازاي كلام ده يعني وانتم تتلى عليكم ايات الله لا تساوي وآيات الله تتلى عليكم اه لا تساوي لا تساويها وآيات الله تتلى عليكم فاصل